الفيديو كان حجمه 231 ميجا بايت ويقول لك انا اجيب لك الفيديو الاصلي بقول لك حزف والفيديو اللي هو التاني بحجم 11 ميجا بايت ازايكم يا شباب اتمنى تكونوا بخير معكم محمد جابر وفيديو جديد فيديو النواردة ساحبي جيب لك تطبيق من اروع وافضل التطبيقات وانتو تقريبا عرفتم التطبيق ده هيتكلم عن ايه في اول الفيديو تعاني شوف الفيديو يا صاحبي بس ما تنسوش لايك وشير وسبسكرايب ويلا بنا نخش على الفيديو تطبيق بتاع النهاردة تطبيق ما فيش اي يوتيوبر ممكن يستغنى عنه واللي طبعا بسبب مشكلة الناس بتواجه انت كيوتيوبر اللي ما بتجي تنشر الفيديو على اليتيوب وده طبعا مشكلة بتواجهيني وبتواجه ناس كتير بتلاحز ان حجم الفيديو بيكون كبير جدا وان انت اساسا يعني تصوير الفيديو نفسه ممكن يكون حجمه كبير الموبايل اللي ما بيصور به حاليا وبيصور بجودة عالية لدرجة ان الفيديو اللي ممكن يكون مسلا مدته خمس دقيق بيوصل لواحد او اتنين جيجا بايت على التلفون وطبعا بعد المنتاج فيها حجم بيزيد فطبعا الفيديو ده ما جانشوره على اليتيوب هياخد مني وقت وياخد مني نت كتير وده طبعا مشكلة كبيرة جدا ممكن تخلص لك باكت النت بسرعة تعاني شوف بقى حل المشكلة وحل المشكلة دي كلها بالتفصيل بس طبعا المشكلة دي هي بتكون نتيجة لجودة الفيديو لان الفيديو بيكون جودته عالية فبيبقى حجمه عالي فطبعا انت هتقلل حجم الفيديو باستخدام التطبيق ده والتطبيق ده بيقلل حجم الفيديوهات او بيضغط الفيديوهات باختصار والتطبيق ده في منه انواع كتيرة جدا لكن النسخة اللي معاني النهاردة يعني النسخة البرو المدفوعة انا جاب لك مجانية هتلاقيها على ميديا فاير وطبعا التطبيق ده اتكلمت عنه على قناة في طبعا سلسلة افضل خمس تطبيقات على موبايل ايه للتطبيق ده انا عملتوا الفيديو مخصص على القناة ديت لانه فعلا التطبيق ده يستهل وده واحد من التطبيقات اللي انا يعني اعتبر باستخدمها في كل فيديو انا بنشرها على اليوتيوب وما ينفعش ان انا ما استخدموهش التطبيق ده يا شباب هسيب لكم اللينك بتاعه في صندوق الوصف وتعالي نشوف بقى شرح عمل كده للتطبيق انا عافل ان اطولت عليكم ويلا بينا نشوف الفيديو تعالوا بقى للوقت يا شباب بعد ما دخلنا على الموبايل نشوف التطبيق والتطبيق هنا هو طبعا اسمه التطبيق ده يا شباب تطبيق روعة جدا انا عارفوك ده النسخة البرو وهسيبالك طبعا مرفوع على ميديا فاير طبعا في منه نسخة عادية موجودة على جوجل بلاي وهشرح لكم الفرق بين التطبيقين الفرق يا شباب حاجة بسيطة جدا ان طبعا التطبيق العادي ليه شرطين عشان يشتغل اولا الفيديو لازم يكون جود الابعاد او حجم الفيديو لازم يكون الفمتين وعشرين او الفمتين وتمانين في سبعمية وعشرين لو الفيديو الفمتين وحاجة فالف وتمانين ماينفعش انه يتعمل يعني لازم يكون في سبعمية وعشرين في الابعاد ده رقم واحد الرقم اتنين ان الفيديو لو وصل لتنين جيجا البرنامج مش هيقدر ان هو يعمل له عملية ضغط وده طبعا مشكلة كبيرة ان انت مسلا في فيديوهات ممكن توصل حجمها لتلاتة اربعة جيجا فالفيديوهات ديت انت مش هتاعد بتضغطها باستخدام البرنامج ده لكن النسخة البرو بتضغط اي حاجة اي حجم واي ابعاد طبعا فتعا نجرب كده مع بعض ونشوف بتضغط هنا على الكلمة دي كده طبعا اسمها الدخط الكلمة دي الدخط تمام كده بتضغط عليها طبعا دلوقتي الشباب دي كل الفيديوهات اللي عندي على الموبايل طبعا اللي انا ساورتها في اول الفيديو يا موجودة هنا في الفولدر ده هي ده طبعا طبعا زي انتوا شايفين حاجم هنا متين لمجرد مقدمة مش مكملة ديئتين على بعض مقدمة ديئتين بحاجم اتنين ميجا بايت متين ميجا بايت طبعا كده حجمها كبير زي انتوا شايفين الابعاد بتاعتها هنا كمان مختلفة تماما الف تسعمية وعشرين في الف وتمانين. طبعا البرنامج العادي لو انت جيت تضغط ويديو زي ده مش هيدغطه. لو انت ضغط كده هيبدأ انه يضغطه لك عادي جدا بكل سهولة. وزي ما انتم شايفين الحجم هنا هيوصل لعشرة ميجا بايت. يعني الحجم هنا هيصغر يعني بنسبة ستة وتسعين في المية. وطبعا هنا معتمد على الجودة. الجودة هنا طبعا لو انت اخترت مسلا تسعمية وستين بيكسل ديت. هيديك ان الحجم يكون كبير شوية. وطبعا انت بتختار هو بقول لك هنا الجودة الافضل اللي هي ربعمية وتمانين ميجا بيكسل. طبعا في جودات كتيرة تقدر ان انت تختارها. بس هو بقول لك الافضل هنا بست اللي هي ربعمية وتمانين. وبعد كده بقى بتضغط على السهم اللي في ده كده هيبدأ بقى الفيديو النواة بيقول لك عايز يتحفظ في معرض الهاتف. بتضغط حفظ في معرض الهاتف. بيبدأ النواة يحمل. هنا بقى تفضل بخلي الترفون ايد لحد ما الفيديو يحمل. طبعا الفيديو هنا هيحمل وهنشوف بكل حاجة لكن بعد طبعا الفيديو ما يحمل. طبعا الفيديو هنا يا شباب خلاص في تمانية وتسعين في المية. كده الفيديو حمل لشباب. هنا هتلاقي اذا اقول لك الحجم الاصلي بتاع الفيديو بقول لك طبعا ان الفيديو كان حجمه امتين واحد وتلاتين ميجا بايت. وبقول لك هنا اجيب لك الفيديو الاصلي بقول لك حزف والفيديو اللي هو التاني بحجم هداشر ميجا بايت. طبعا هنا انت بتحزف الفيديو الاصلي لان انت كده كده ما عندش محتاجه. تضغط كده حزف وبعد كده بتضغط نعم كده الفيديو تحزف. كده ما عادش معنا للفيديو المضغوط. هنروح بقى ونشوفه طبعا الفيديو كده يعني يشتغل بجودة محترمة برضو ومش جودة عالية. بس عايزة على فاهمك حاجة صاحب انه كل ما كانت جودة الفيديو عالية جدا كل ما يكون الحجم كبير. يعني انت لازم تصور فيديو بجودة معقولة مش جودة قليلة جدا عشان طبعا كل ما تقلل طبعا الجودة بيبقى الحجم قليل. بس ما تقللش الجودة على الاخر يا مسلا الجودة المناسبة اللي بنشر بقى الفيديوات ربعمائة وتمانين ودي جودة محترمة برضو بتخلي المشاهد يشوفوا الفيديو كويس. يعني ما تنشرش مسلا فيديو بجودة او فول اتش دي لانه طبعا حجمه يبقى كبير وبالتالي هياخد وقت في الناش وكمان هياخد وقت في المنتاج وياخد وقت معك في كل حاجة وكمان هياخد نت كتير. طبعا نشوف طبعا هو الفيديو هنا هوات يا شباب. طبعا انا مش هشغله. آآ الفيديو زي ما انتم شايفين حجم صغر. لو جت ترفع الوقت على ايتيو بقت لايبط نشر بسرعة كبيرة جدا. طبعا كده يا شباب بعد ما ضغطنا الفيديو الفيديو تحول بحجم من حجم امتين ميجا لحجم احداشر ميجا بايت وطبعا دي حاجة كويسة جدا. هسيب لك لنك التطبيق يا صاحبه في صندوق الوصف وده طبعا كان شرح بسيط لبرنامج ضغط الفيديوهات لكن النسخة البرو مش النسخة العادية. هسيب لك طبعا اللينك بتاعه صندوق الوصف وهتمنى تكون الفيديو اعجابكم لو شفتوا الفيديو لحد الاخر فشكرا لكم شكرا لكم على المشاهدة كان معكم محمد جابر السلام عليكم